موسيقى قال رئيس الوزراء الاوكراني ارسينيا تسينيوك ان روسيا لا تزال تقوم بارسال قوات عسكرية ومعدات الى الانفصالين في المناطق الشرقية من بلاده وفقا لتقارير المخابرات الاوكرانية هناك دبابات ومنصات لاطلاق الصواريخ المختلفة من طرازي جراد بالاضافة الى اجهزة مخابرات سلكية لا تبع في دونتسك او روسيا لكنها موجودة فقط لدى وزارة الدفاع الروسية وادارة المخابرات العسكرية ووضح ياتسينيوك ان بلاده ستعلق المحادثات الدولية بشأن الازمة في اوكرانيا والمقرر اجراؤها هذا الاسبوع بسبب انتهاك روسيا للمعاهدة الدولية بشأن منع الارهاب كانت كل من روسيا واوكرانيا قد تبذلتها للتامات بشأن المسئولية عن تصعيد اعمال العنف داخل الاراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون المولون لروسيا فقد جدد الانفصاليون هجماتهم على القوات الاوكرانية في مجمع المطار في شرق البلاد يوم الاثنين بعدما شنت كييف عملية كبيرة لاستعادة الاراضي التي فقدتها هناك ووصفت روسيا عملية القوات الاوكرانية بانها خطأ استراتيجي وقال مسؤولون اوكرانيون ان ثلاثة جنود قتلوا واصيب ستة وستون اخرون خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية وانافوا ان القوات الاوكرانية اعادت خطوط الجبهة عند المطار خارج دونتسك الى الوضع الذي كانت عليه بموجب التفاق السلام الدولي الذي انتهك في كثير من الاحيان كما اصيب اربعة عشر شخصا على الاقل في انفجار عبوة الناسفة وقع بالقرب من احدى المحاكم بمدينة خاركيف في شرق اوكرانيا ووصف جهاز الامن الاوكراني الانفجار بانه عمل ارهابي وفتح تحقيقا جنائيا في الهجوم وعبرت روسيا عن قلقها اذا ما وصفته بالتصعيد من جانب كييف ونشرت يوم الاثنين خطتها للسلام في شكل رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين الى نظير الاوكراني بيترو بوروشينكو قائلة ان بوروشينكو رفض الخطة خليد حسين رايتروز